السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الصغار مرحبا بكم في قناة عالم ندى لتحدي القراءة اليوم سندرج الجزء الثاني من قصة الإوزة الدهبية رأينا في الجزء الأول من قصة الإوزة الدهبية بأن راضي وهو الإبن الأصغر للحطاب والذي كان والذي كان شابا طيبا يعطف على المحتاجين ويساعدهم عندما ساعد الشيخ الكبير وأعطاه شيئا من الخبز والعصير أهداه الشيخ إوزة دهبية لنرى إذن تتمت هذه القصة عندما وجد راضي الإوزة الدهبية في جدع الشجرة حملها تحت إبطه وقصد البيت وفي طريقه انبهرت ثلاث أخوات بالإوزة فغافلت إحداهن ومدت يدها تريد انتزاع ريشة من ريشاتها الذهبية لكن يدها علقت بالإوزة فراحت المسكينة تتبع الإوزة وتقوم بحركات بهلوانية مضحكة برأسها وبقسمات وجهها وكان ذلك هو مصير أختيها ومصير كل من حاول ملامسة الإوزة وأصبح الشاب متبوعا بالفتيات الثلاثة وبفلاح وجزار وعاملين كلهم يقومون بحركات بهلوانية مضحكة ويضحكون بدون انقطاع والشاب يحث الخطى خوفا منهم على إوزته الدهبية وصل الشاب ومن وراءه إلى المدينة فتحلق حولهم الناس يتفرجون ويضحكون ومن وراءه إلى المدينة علم الملك بهؤلاء الجماعة وقد كانت له ابنة وحيدة عبوسة حزينة لا يعرف الفرح إلى قلبها طريقا ولا تعرف الإبتسامة إلى شفتيها سبيلا رغم كل المحاولات كان لذلك تأثير في نفس الملك حتى أنه أعلن أنه سيزوج ابنته الوحيدة لمن ينجح في إضحاكها وإدخال الفرحة إلى قلبها علم رياض بذلك فتوجه إلى القصر ليجرب حظه أدخل ومن معه القصر رأت الأميرة ذلك المشهد العجيب ترجمة نانسي قنقر سبعة أشخاص متلاسقين يضحكون دون القطاع ويقومون بحركات بهلوانية يتقدمهم شاب يحمل تحت إبطه إوزة فانفجرت ضحكا عندئذ بهت الجميع وسعد أهل القصر وتقدم الشاب لخطبة الأميرة لكن الملك لم يستلطفه زوجا لابنته الوحيدة ولكي يتخلص منه اشترط عليه أن يأتيه برجل قادر على أكل كومة من الخبز في يوم واحد قصد رياض الغابة ووقف عند موقع الشجرة الضخمة حائرا فأقبل عليه الشيخ يسأله حاجته ما بك يا بني؟ ماذا بك؟ فأعلمه بالأمر فقد تقدمت لخطبة الأميرة لكن أباها الملك لم يرضى بي زوجا وأعطاني أنه يجب علي أن آتي برجل يأكل مجموعة من الخبز قومة من الخبز في مرة واحدة طمأن الشيخ صديقه الشاب وذهبا معا إلى غرفة في القصر حيث كومة الخبز فشرع في التهامها بنهم ترجمة نانسي قنقر وما إن حل الليل حتى أكل الخبز كله لاحظ الملك ذلك فأيقن أن الشاب مصر على الزواج من الأميرة فوافق وأقيم حفل في القصر لزفت فيه الأميرة إلى الشاب برياض وأقام رياض في القصر رفقة والده الحطاب وأمه وأخويه اللذين ندم على تصرفهما مع الشيخ واعتذر له بعدما عرف حكايته مع أخيهما الأصغر رياض نحن نعتدر منك أيها الشيخ ترجمة نانسي قنقر الغاية من القصة يا أصدقاء الأعزاء هو أنه يجب علينا أن نساعد المحتاجة كيفما كان إلى اللقاء في قصة ثانية مع عالم ندى لتحدي القراءة